مرحبا فيكم مثل العادة عودناكم نجيب لكم موضوع مميز واليوم رح نحكي عن موضوع ما بينحكي عنه كتير وهو ترتيب الفعالية بين أو ترتيب الأفضلية بين أنواع الفيتاميندال وأشكاله الصيدلانية الموجودة في السوق بالنسبة لترتيب رقم واحد بيدخل فيه نوعين بنفس الأفضلية النوع الأول اللي هو كولكالسيفيرول هو الأشياء استخداما وأكتر شيء من شوفه في السوق الصيدلاني ويكون معروف باسم D3 وهو الشكل اللي بيكون من مصدر حيواني أو بيتصنع في جسمنا بعد تعرض لأشعة الشمس بيرفع مستوى الفيتاميندال بشكل جيد وبيحافظ عليه لمدة طويلة ولكن هو مو الشكل الفعال تماما من الفيتاميندال لكن بيتحول في الجسم إلى الشكل الفعال عن طريق الكبد ومن ثم الكلية بينما الشكل النوع الثاني اللي هو كالسيتيريول هو الشكل الفعال تماما أو مشابهه الصنعي كمان اللي هو ألفا كالسيدول اللي معروف باسمهون ألفا هدول أقوى بكثير من النوع D3 ولكن لهم مشاكل سمية للأشخاص السليمين اللي ما بيعانوا من مشاكل معينة فلازم نتوخل حذر وما نستخدمه إلا ببعض الحالات الخاصة اللي بيكون في عنا مشكلة في الكلية أو بيكون في عنا قصور جارات الدرق طبعا بالنسبة للنوع الثالث أو اللي هو الرقم اثنين في الأفضلية اللي هو النوع النباتي من الفيتاميندال إرغو كارسيفيرول المشهور باسم D2 هذا الشكل يمكن يعتبر أكثر أمان من كل كارسيفيرول حسب بعض العلماء ولكنه عموما أقل فعالية بالنسبة للأشكال الصيدلانية المتوفرة راح نحط في الرقم واحد أكيد الحقن العضلية اللي بتحتوي على الجرعات عالية كتير من الفيتاميندال في 200 ألف 300 ألف وأحيانا 600 ألف ترفع مستوى الفيتاميندال مرة واحدة فقط وما منحتاج تكرارها كتير ولكن لازم نتأكد أنه في عنا نقص أكيد في الفيتاميندال ونتأكد أيضا من صحة الكلية وصحة الكبد قبل استخدام بالنسبة للترتيب رقم اثنين أكيد الأشكال الفموية والتي بتنقسم إلى أنواع كتير منها الأقراس منها الكابسولات منها طبعا الكابسولات تأتي أفضل شوي من الأقراس ممكن الكابسولات الزيتية كمان بتجي أفضل من ناحية الامتصاص فقط اختلافات بسيطة ولكن في أفضلية أيضا النقط وهناك أيضا حبوب أو أمبولات الشرب اللي مخصصة للأطفال نوعا ما لحتى يرفع مستوى الفيتاميندال بكمية كبيرة ناحية الامتصال ناحية الامتصال ناحية الامتصال ناحية الامتصال